وعند هناك اتنين مراسلين نايمين قاعدين واكلي شاربي لكن انت وديت الفرق فريق اعلامي يشوف بعينيه على الارض وده اللعب المتحدة لما حضرتك كنت معنا مع الرئيس الوزراء وفي واحد كان يوم الاتنين اللي فات رحنا للجرحة الفلسطينيين اخواتنا اللي هناك وروحنا برضو معبر رفع وكان كل الكوادر بتاعت الأستاذ أشرف سلمان يعني أنا عايز أقولك أن التجارب الناجحة يجب أن نعطيها حقها ونعظم هذا النجاح نعظم هذا النجاح هذا النجاح يعني دي تجربة بدأت ولكن بمرور الوقت هتبقى هذه القنوات هي رقم واحد في المنطقة العربية وأصبح لها مشاهدة عربة كبيرة يعني بنزور الدول العربية في القتلات انت ما كنتش بتشوف قنوة مصرية دلوقتي على الأقل يعني أنا راجع عن الدول عندك أربع خمس قنوات موجودين بشكل في أي دولة بتروح بتلاقي القنوات المصرية يعني ده مش عاملينها حبا فيك ولكن عاملينها لأن هذه القنوات لها نسب مشاهدة والناس بتسعى إليها على الآن دي سأب مشاهدة داخلين يا فندي إنه هو إنه إذا بحدك ده فضلت كده فكرة السقة أنا كمشاهد مصري أنا النهاردة سيبك من إن أنا بشتغل في الإعلام أنا عايز أسمع رأي مصر بشكل ما في قضية ما بجيب القرار الإخبارية على طول دولة بالضبط كده طب أقول لك حاجة تاني ويبقى لها سنة مثلا من رمضانين أو من ثلاثة إنت كانت كل المسلسلات يا تركي يا هندي يا سوري يعني حتى ولدنا ودبلش آه بقت اللهجة بتاعي وكويس طب شوف الفترة الأخير أصبحت السيادة في أعمال الدراما لأعمال مصرية ده مش عندك بس ده في كل القنوات العربية بتسعى أن تتعاقد معاك ده هي ده بيعكس قوتك قوتك الكبيرة قوتك مش عايز أقوله القوة النعمة ولكن التوابير الكبيرة من الفنانين ومن الكتاب ومن المثقفين ومن الفنانين كوادر كوادر فترة كوادر لو جبتهم كده يعني كوادر كوادر